عليها. جزئة الاختيار على النص الاول او الجزء الاول من اليونت. وطار يور. يور هنا يبقى انا عاوز كلمة اللي هي الاجابة بي. ما هي خطتك للاسبوع اللي جاي او الاجازة اللي جاية. يبقى اللي هي بي مش ايه. النقطة التانية بقول اي ام جوينجي تو جو ماونتن. قن اسمها ماونتن كلايميند. حفظ كلمات يا شباب. حفظ كلمات. ماونتن كلايميند. ادفينجر مينز. نصحح يلا يا جانا. ادفينجر مينز ان اكسيبريانس. يبقى قللو ان اكسيبريانس. 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 وين سمسينج انيوجل اردين درس هابنز. يبقى اسمها اكسيبريانس. النقطة نمبر فور. امن دولت هلبس يو فاينة واي. ان ذا ديزارت. دا بسميه اجايد. المرشد هو اللي بيساعدني على معرفة الطريق جايد families live in the desert عرفنا ان في مجموعة من الاسر بتعيش في الديزرت في الصحراء اسمهم بدوين البدوين families الاسر البدوية number 6 ودي من كتاب المدرسة we are going to go in the red sea in the red sea يبقى انا عاوز نشاط او عاوز water sport water sport رياضة مائية طالما انزلت سي يبقى رياضة مائية المائية اللي قدامي هنا ما فيش عندي غير ويندي سيرفنج يبقى we are going to go ويندي سيرفنج number 7 وبرضو دي من كتاب المدرسة they took four days they took four days across the desert it was a difficult a difficult يبقى هاقوله اسمها a difficult journey a difficult journey جيرني رحلة طويلة وشاقة يبقى بتكلم عن جيرني وليس ترب number 8 i approved it's my plan اتفقنا وقلنا نفهم الجزئية دي كويس لان طالب السنوية العامة نفسه بيتلغبط فيها طالب سنوية بيتلغبط فيها اللي ايه جزئية يسير جزئية going to will جزئية going to will تمام قلنا الحصة اللي فاتت بستخدم going to في حالات ايه هي الحالات دي وجود كلمة plan في الجملة وجود كلمة plan او decide او الاسم منها اللي هو decision او intend والاسم منها اللي هو intention يبقى على طول بختار going to ده واحد اتنين قلنا بختار going to في حالة وجود حاجة اسمها الدليل يعني تنبؤ مصحوب بدليل زي ما قلنا كلاو دي يبقى it's going to rain دي النقطة التانية المهمة اللي لازم اخلي بالي منها لان اليونت اللي بعد كده هتكلم عن will ومطلوب مني في قول اعدادي اميز امتى استخدم will وامتى استخدم going to اللي اتنين مستقبل اوكي ولكن في جمل بستخدم فيها going to غصب عني وجمل لازم استخدم فيها will عرفنا جمل going to غير كده يبقى كل will وده هنشوف ان شاء الله في اليونت اللي جاي بقول it's my plan طالما plan يبقى اقول له i am going to travel اللي هي الاجابة الاولى i am going to travel number nine what is he going going يقولنا بيجيلي بعدها to ثم المصدر يبقى الاجابة الصحة هنا to do what is he going to do what is he going to do number ten he wants to visit or to places اتزاري تسي كونو عنده النية he wants to هو يريد ان يبقى برضو باستخدم هنا he is going to travel تورجادة هو هيسافر الغرداء اللي هي الاجابة d بعد كده جزئية التصحيح في النقطة الاولى بقول we are going to travel last month طيب ما انا بقولك كلمات الدل على المستقبل عندي اسمها tomorrow next يبقى اذا انا انا هشير كلمة last وقت بمكانها next month وليست last month next month لما يديني last هتديلو next لما يديني يستردي هقول له tomorrow number two he is going sleeping لا اسمها going to sleep he is going to sleep تركيب عندي m is r going to ثم مصدر his birthday is on the third قلنا في قراءة التواريخ اسمها the third of the first of the second of يبقى او اف is she go اقولنا am is r going يبقى هنا هقول له اسمها going وليست go ده بالنسبة للجزء الاول واهم الجمل اللي كانت موجودة فيه الجزء التاني يلا يا شباب نركز شوية في الجزء التاني من اليونت مديني مجموعة كلمات وطبعا حتة grammar كده خفيفة كمراجعة على grammar اللي انا شفته السنة ستة جزئية grammar اللي بيدهاني النهاردة في الدرس التاني هي خاصة بجزئية reflex pronouns اللي هي الضمائر المنعكسة الضمائر المنعكسة لو فاكرينها ايه هي الضمائر المنعكسة لما بقول i myself i by myself he by himself she herself it itself we ourselves you yourself or yourself للجمعة وزي themselves والكلام ده برضو شفناه في الترم الاول في جزئية الضمائر طيب دي واحدة النقطة التانية طبعا مديني بعض الملحوظات المهمة اللي بتتكرر في اسئلة الامتحانات تعالوا نشوف الاول مجموعة الكلمات مديني كلمة تويدر اللي هو الطقس خط تحت ونتحفظ على بعضها كده اسمها يعني خط السكة الحديد يقبال بالامتحان يقول زير زان نو نقط اسمها على طول حفظ كلمات ركس قلنا سخور بمعنى الفوطة او المنشفة اللي احنا بنشف بها بعد ما بنغسل يبقى تاول يدين ترانس بورت قلنا وسائل نقل او وسائل الموصلات الباس والكار والتاكسي دي وكلهم اسمهم ترانس بورت فورمز يعني وسائل نقل او اشكال لوسائل النقل دارك كلاودز معناها سحب ملبدة بالغيوم يعني الدنيا هتشتي بعدها دارك كلاودز في عصيفة بعدها او في شيتة بعدها بعد دارك كلاودز اغمقت خالص نيوز بيبر ارتكل اللي هي مقال في جريدة يبقى انا بحفظ الكلمات زي ما هي موجودة قدامي بالتركيبات بتاعتها بروح بعد كده لجزئية كلمات تانية من كتاب المدرسة سواء الورك بوك او الستوزنت بيديني بوست كارد اللي هو كارت بريدي او بنسميها بطاقة بريدية كارت يعني كارت زي كارت المعايدة بريزنتيشن لو نسمع عن حاجة اسمها باور بوين تبنعمل منه البرزنتيشن ده اللي هو التقديم او العرض زي العرض اللي كان موجود طبعا في نقل المميئات من يومين يبقى بريزنتيشن معناها عرض او تقديم بمعنى مدفقة او النار الدفاية اللي بندفع عليها في الشتاء او النار نفسها اسمها ايجل اللي هو النسر ميرور مراية ودي مهمة هنا نحن حفزينها اوكي مهمة طبعا في جزئية الضمار المنعكسة بقول اي كان سي مايسيل في ان دا ميرور انا بشوف نفسي في المراية هو بيشوف نفسه وهي كذلك بتشوف نفسها يبقى اذا ميرور بمعنى مرآة اخدناها قبل كده في الترميل الاول واكتر من مرة وفي الجزئية اللي فاتت قلنا اللي بلقي في نهاية الكلمة معناها الى حد ما او تماما الى حد ما او تماما زي ما كنا بنقول قويت شورت او قويت طول سانجلاسز انا نضاري الشامس بس تخدمها طبعا بس تخدمها عشان احمي عناية من الشامس يبقى سانجلاسز بيديني بروتاكت كفاعل بمعنى يحمي او يقي طب اللي هي القمة بمعنى خايف او مرعوب بتسوي كلمة افرد او سكيرد بتسوي افرد او سكيرد كصفة برضو للاشخاص بمعنى فرحان جدا او سعيد جدا معناها وشفناها اكتر من المرة بمعنى فظيع او سيء جزئية اللي بعد كده مديني فيهم السيتز اند كانترز اللي هي دول ومدن دول ومدن يبقى سيتز بمعنى مدن مشهورة او مدن كبيرة مشهورة وايضا كانترز دول فلما يقول لي ايجيبت اند عمان ار هقول له ايجيبت عمان دولة كانترز دول اما كايرو وروم مثلا دولة بسميهم سيتز يبقى فرق ما بين كلمة سيتي وكلمة كانتري اللي هي دولة بعد كده مديني مجموعة كلمات اللي انا بستخدمها لوصف الطقس لوصف الويزر الطقس كان عندي مجموعة من الكلمات بدنوصب بيها الطقس زي ريني اللي هو ممطر او مطير صاني مشمس كلاودي ملبت بالسحب او مغيم سنوي اللي هو مكسوب التلج او مسلج يعني تشتي تلج ستورمي عاصف ويندي قلنا شديد الرياح او كسير الرياح فوجي بمعنى ضبابي ودي اهم واحدة فيهم فوجي ضبابي او في شبورة يعني طيب الادجكترز دي جاية منين جاية من الناونز دي ايه الناونز بتاعتها لما اقوله رين بمعنى مطر ريني ممطر صاني شمس صاني مشمس كلاوة سحابة كلاودي مغيم سنو تلج سنوي مسلج او بيمطر تلج ستورم عاصفة ستورمي عاصف ويندي رياح ويندي كسير الرياح او شديد الرياح فوج بمعنى ضباب او شبورة وعندي فوجي بمعنى كسير الضباب او ضباب كصفة يبقى اذا هو مديني مجموعة من الناونز من الاسماء والادجكتفز بتاعتها اللي انا بستخدمها في وصف الويزر الطقس طيب يسير ممكن يجيبلي فنين لنقطة على دية اه ممكن اقولك كل اللي جاي ما عادة كل اللي جاي ما عادة اختار كلمة كل اللي جاي صفات ما عادة يبقى اذا لازم ابقى فاهم يعني ايه ناون ويعني ايه ادجكتف يعني ايه اسم ويعني ايه صفة تمام بعد كده مديني في الدرس الرابع كلمة بمعنى خطأ بيجيلي قبلها الفعل نقدر نكتب قبلها كده يرتكب خطأ نفتكرها بالأك والأك بمعنى يكمل او ينهي كصفة بمعنى بريطاني الجنسية مديني اللي هو تحدي بمعنى يعود معنى مقدمة زي مقدمة في كتاب مثلا طيب انه نوع بتساوي كلمة نوع وانواع كاركتر عرفناها اكتر من مرة بمعنى شخصية خاصة الشخصية اللي في قصة او في فيلم بسميها كاركتر اللي هو الرسم البياني فعلي بمعنى يساند او يؤيد مدين فرنش كصفة وايضا لغة فرنسية بمعنى فرنسي او اللغة الفرنسية مجموعة حروق الافعال بتصريفاتها الشزة بدين كم و كم و كم دو دي دان ستاند و ستود هرت نفسها جيف 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 ريد نفسها سبيك سبوك سبوك ميك ميد تل طولد ميت مت ست سات كتصريفات افعال لمجموعة افعال شازة اخر جزئية بيقدمها لي الورد اسمعها الابزت اللي هي كلمات و عكسها فانا عندي كلمة طب بمعنى القمة عكسها bottom القاع وسواء الطب او البتم بيجي لقبلهم حرف الجر ات بقول ات زا طب و ات زا بتم ات زا طب و ات زا bottom dark بمعنى غامق بالنسبة للالوان عكسها هنا light بمعنى فاتح اللون يبقى لو قلت dark blue بمعنى ازرق غامق و light blue ازرق فاتح مديني warm و cool دافي وهنا معتدي للبرودة early مبكرا و عكسها هنا light متأخر east الشرق و وسط الغرب up لأعلى و دون لأسفل white مبلة الودية اهم واحدة فيهم هي والأولى white مبلل و عكسها dry بمعنى جاف فانا لو الدنيا بتشتي بقى ازن الشوارع كلها اصبحت white مبللة او فيها مية جزئية definitions سهلة ما فيهاش اي مشكلة ليه لانه بيديني كلمات اللي بيستخدمها لوصف الطقس زي cloudy 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 fog fog rain rainy snow snow wind windy storm sun sunny دي المجموعة الاولى اللي هي شفناها من شوية اللي هي عبارة عن اسماء وضفتلها الواي عشان احولها للصفة اللي بوصل بها الطقس امتى بقوله cloudy لو انا شايف clouds امتى بقوله foggy لو فيه fog في الجو امتى بقوله rain لو فيه rain امتى snow لو فيه snow امتى windy لو فيه امتى storm لو فيه storm تعالوا كده نشوف جملة بيقولي فيه cloudy هي a cloud is a white object الكلاود دي عبارة عن عنصر ابيض حاجة بيضة that floats in the sky اللي بتطفو او بتعوم موجودة في السماء when there are clouds in the sky the wizard's cloud لما يبقى فيه clouds الوزر cloud ولما يبقى فيه fog يبقى الوزر foggy ولما يبقى في rain يبقى الوزر rainy وهكذا نروح للفعل المهم ده اللي هو protect يعني ايه protect قلنا بمعنى يحمي protect بمعنى يحمي او يحافظ look after بمعنى يعتني بي او keep safe يحطفز بالشيء امنا او يحافظ على الشيء في امان يبقى protect بمعنى يحمي او يقي rialway اللي هو خط السكة الحديد زي مثل that a train travels on اللي هو قطبان السكة الحديد يعني يبقى rialway lion خط السكة الحديد او زي ما بنقول عليه القضيب بتاع السكة الحديد يبقى اسمه lion بعد كده مديني متلازمات يعني كلمات معينة لابد ان تصبغ بهذا الفعل زي ما شفنا في الدرس الاول لما كنا بنقول في بعض الانشطة اللي بستخدمها او الالعاب اللي بستخدمها مع play وفيه العاب تانية بستخدمها مع go وفيه العاب تالتة بستخدمها مع do اما النهاردة مديني make مع بعض الكلمات وtake مع بعض الكلمات التانية فقدر اقول make salad يعني بتعمل طبق سلطة make a cup of tea بتعمل شاي make mistake ودي اهمهم يرتكب خطأ و make break fast بيعد او بيجهز او بيعمل الفطار اما take a photo انها يلتقط صورة take a challenge معناها بيخوض التحدي او بيقبل التحدي بيدخل التحدي يبقى اسمها take a challenge take a challenge take the ship back معناها بيرجع باستخدام السفينة او بيعود بالسفين دي كل الكلمات اللي عندي في الجزء التاني جزئية ال reading اللي موجودة اللي هو اخد منها الكلمات نركز فيها شوية عشان هنحدد فيها بعض الجمل هنا بديقلي بي ايميل بقول dear grandma تيتا حبيبتي we are really enjoying ourselves يبقى هاخد خط تحت we ourselves we ourselves we ourselves on holiday طبعا on مع holiday ان كلمة holiday بتصبغ بحرف الجر on in south africa سواء كانت south africa او امريكا او ايجيب بتاع او اي بلد قلنا بيجيلي قبلها حرف الجر ان it's beautiful here الجو هنا جميل and there is a lot to do وورانا حاجات كتيرة هنعملها yesterday was an adventure انبارح كانت مغامرة we went tricking اللي هي go tricking we went tricking طب احنا بنعمل tricking فين قلنا in the mountains we went tricking in the mountains روحنا اتمشينا في الجبل اتوصني جو كان مشمس when we started لما بدأنا but ولكن when we got to the top got to the top بمعناها وصلنا الى يبقى got to معناها يصل الى زي arrive وزي reach بمعنى يوصل when we got to the top لما وصلنا لقمة الجبل the top of the mountain we saw dark clouds شفنا السماء ملبدة بالغيوم on the way down on the way on the way مع كلمة way بستخدم on يعني في طريق العودة وحنا نزلين زرين started بدأ الجوي مطر او الشتاء يبدأ زين زيروازا ستورم كانت هناك عصفة زاروكس ورويت نتيجة للعصفة او نتيجة الروكس دا هي في الصخور اللي احنا نزلين عليها اتبلت اصبحت مبللة طب ونتيجة اللي كده نتيجة الكده تامر في يعني تشعلب واقع سقط تامر في وفي الهنا الماضي من فول and hurt himself يبقى تامر himself he himself but it's okay ولكن كل شيء على ما يرام الحمد لله his leg is better today رجله دلوقتي افضل تمره ان شاء الله the wizard is going to be better الجو هيكون كويس so we are going to try وانا try طبعا قبل ال ing برضو they go we are going to try the blinding احنا هنتزلج على الاحبال هنتزحلع في السماء على الاحبال i am a bit a bit frightened يعني انا خيف شوية صغيرين but i am excited ولكني مبسوطة وفرحانة جدا ايضا see you soon see you later see you soon see you later داليا دي القطعة الاولى القطعة التانية عندي او جزئية التانية جزئية listening برضو عشان استخدم صفات الطقس بيقول لي it's very sunny and there aren't there aren't any there aren't any clouds in the sky i think it's a very hot day اعتقد انه يكون يوم حر جدا there are lots of clouds and they are very dark في سحب وكمان غم ملبدة بالغيوم ايبا i think that there is going to be a storm اعتقد انه يكون في عصفة it's a sunny day but there are some clouds ويم مش ولكن في طبعا سحب in the sky above the mountain اعلى الجبل او فوق الجبل i think it's quiet hot اعتقد ان الجو بيكون حر تماما او الى حد ما it's very foggy قلنا ضبابي i think it's raining اعتقد ان الدنيا بتشتي it looks cold and wet يعني الجو بارد وايضا مبلل يعني فيه مطرة هروح بعد كده ل exercise تاني او جزئية reading تانية كتب هن نادر بيقول my trip to the desert my trip to the desert بينادر طبعا نادر اللي بيحكي النادر الترب بتاعته عمل فيها ايه والlast week end we went on a trip اتفقنا ان قبل كلمة trip بيستخدم حرف الجر on on a trip يعني في رحلة we went on a trip ذهبنا في رحلة to the desert إلى الصحرة i woke up early صحي بادري and they made myself break fast made myself break fast عملت النفس جهست النفس الفطار i made myself break fast انا جهست النفس الفطار يبقى i myself then i got the rest يعني got the rest يعني wore put on labst got the rest معناها ارتديت ما لابسي i put on my clothes انا labst and looked at myself in the mirror in the mirror وبصت على نفسي في المراية يبقى looked i looked at myself فين in the mirror we can see ourselves in the mirror i put on a hat لابست الطائية sun glasses وكمان النظارة ليه نظارة الشمس ليه قال لي to protect لكي احمي myself from the sun يبقى اسمها protect from protect from at the desert في السحرة we met our guide قابلنا المرشد بتاعنا هناك and we rode with him on our camels يبقى كلمة camels كلمة camels زيها elephants زيها horses زيها donkeys اي حاجة معرضة للهوى باستخدم قبلها حرف الجر on ولذلك bike او motorbike الموتسيكل او العجلة برضو باستخدم معاها on my sister took this photo اخت التقطت الصورة ديت of herself my sister يعني she يبقى herself with her camels صورت نفسها مع الجمل that night في تلك الليلة we cooked ourselves we ourselves we ourselves دينار عملنا نفسنا العشة on a fire على النار after dinner يبقى احنا بنطبخ عالنار مش بنقعد عالنار after dinner بعد العشة it it got cold لما الدنيا بردت we sat by the fire we sat by the fire عادنا جنب النار او جنب المدفاة جنب النار او جنب الدفاية we sat by انما we cooked on we cooked on we sat by the fire to keep ourselves warm عشان ندفي نفسنا to keep ourselves warm we ourselves اخر حاجة عندي في القطع بيقول لي around the world in 80 days around the world in 80 days حول العالم في 80 يوم ايه حول العالم في 80 يوم دي قصة او كتاب مكتوب بواسط طبعا المؤلف او الكاتب اللي اسمه جولز فيرن جولز فيرن كتب كتاب او قصة وتعملت فيلم بعد كده ل around the world in 80 days حول العالم في 80 يوم in 1872 سنة 72 بعد 18 the writer جولز فيرن المؤلف او الكاتب اللي اسمه جولز فيرن read a newspaper article ارى مقالة في جريدة عن خط سكة حديد جديد عبر الهند it gave him a great idea give him a great idea يعني هي اللي وهابته اداته الفكرة دي المقال ده واللي اداله الفكرة for a book لكتاب he wrote he wrote a story ألف او كتب قصة عباوت a bridge man عن راجل بريطاني called فليز فوج اسمه فوج he takes a challenge takes a challenge يعني الراجل دهوت بيخوض التحدي to travel around the world انه يسافر حول العالم in just just هنا بمعنى only 80 days يعني عايز يلف العالم في 80 يوم وده على ايامه كانت معجزة على ايامه يعني في الوقت ده اللي هو سنة 72 كانت صعبة طبعا لان ما كانش فيه لا طيارات ولا عربيات he takes a challenge to travel around the world in just 80 days this sound is easy today هزا يبدو سهل اليوم اين دولت او الايام دي في الوقت الحاضر دي حاجة سهلة 80 days ايه ده ممكن في 8 days تمانية بس او في يوم بالطيارة يسافر العالم كله اوكي but at that time في ذلك الوقت اللي هو سانة ما عمل كده there were no cars or planes ما كانش في عربيات ولا كان في طيارات فوكز بلان خطة فوكز علشان الرحلة بتاعته يتمها في 80 يوم بيقول والله انا هطلع من لندن to سيوز اللي هي في ايجيبت با ترين ان شب هيبقى دولت هيستغرقوا 7 days هطلع من السويس to انديا للهند باي شب ده هياخد مني سيرتين days بعد كده انا هروح للهند من الهند ل هونج كونج ده هياخد مني 16 days وزي وزي ها 22 days 7 days 9 days لو جماعنا ال days على بعضها يدين ال 80 days حسب البلان بتاعته حسب البلان بتاعته تمام طي بيقول لي leave on نعم 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 انت بتقول ان هو عالم كله ايوة وملافش العالم كله راح بلاد بلاد محددة يعني مش كلها مش بلاد محددة وبينتقل من بلد لبلد مرا ببلاد تانية مرا ببلاد تانية ومش هيرسل البلاد العالم كلها هنا مش هيرسل الكرة الارضية هنا تمام نعم اكتوبر بيغادر يوم اتنين اكتوبر وما ننساش طبعا قبل التاريخ الكامل زي اكتوبر قلنا انما لو اكتوبر بس ان لو اكتوبر بس ان انما يعني يوم التاني من اكتوبر يبقى اصده اليوم هنا يبقى يستخدم حرف الجر اون هيغادر هيبدأ الرحلة بتاعته في اتنين اكتوبر ويرجع واحد وعشرين ديسمبر ده عالحسب الخطة بتاعته هو لما بدأ الرحلة بتاعته بالسفينة باك تو لندن عائدا الى لندن من الولايات المتحدة كان في عاصفة كبيرة قاد سيف البحر و ان طبعا شفنا قبل كده و قاد قاد مكان محدود داخل الدولة او مكان صغير داخل الدولة يعني وصل لندن متأخر يوم يعني وصل يوم كام اتنين وعشرين ده حسب كلامه هو هو المفروض كان يرجع واحد وعشرين حسب خطته ولكن نتيجة ظروف العاصفة فهو تأخر يوم من وجهة نظره هو ولكن الرجل ده في لفته او جولته حول العالم ارتكب خطأ ايه الخطأ اللي ارتكبه كابتن فج because he traveled the east انه لما سافر سافر شرقا سافر في اتجاه الشرق الراون ده ولت حول العالم it is one day earlier than he thought وده بيكون يوم بدري عن اعتقاداته او عن افكاره يعني هو كده المفروض انه هو واصل بالزبط في معاده زي ما كان قايل اللي هو واحد وعشرين مش اتنين وعشرين فرق توقيت طبعا في الاتجاهات هو كمل التحدي بتاعه وان طايم هنا كحرف جر مهم جدا بمعنى في الموعد المحدد زي ما بقول i go to school on طايم بوصل المدرسة في معادي بالزبط اللي هو المعادي المحدد النوتس اللي الجزئي اللي شفناها في الريدنج والليسننج ويقول لي حرف الجر باي مالها قال لي باي يجي لي بعدها الشخص زي ما قول زيزروم واس بنت باي علي